حول أزمة السعودية ولبنان قال عضو اللجنة تنفيذية لحركة تجدد ديمقراطي اللبناني دكتور حارث سليمان في لقاء خاص يبث كاميرا قريبا قال إن الأزمة ليست وليدة الساعة بل أن التراكمات السابقة أدت لتفاقمها وأوضح سليمان أن اختلال ميزان القوى في لبنان لصالح إيران ونظام الأسد وحزب الله أدى إلى انفجار الأزمة مع دول الخليج في لبنان اختل ميزان القوى لصالح إيران لماذا اختل هذا الميزان لصالح إيران نتيجة عدة عوامل من بينها أولا عدم وجود سياسة حقيقية لقوى 14 أدار تستطيع أن تواجه سياسة حزب الله وسياسة 8 أدار تخلي العرب أو ميل الحكومات العربية إلى عقد تسويات ترضي في كل فترة ترضي في كل فترة إما النظام السوري عندما كان قويا وإما نظام ولاية الفقيه في هذه المرحلة وبالتالي نحن عشنا في لبنان نوع من القدم المتدرج المتواصل المتراكم لكل مقومات الدولة اللبنانية وعندما استطاع حزب الله وقوة ماني أدار وطهران أن تقدم كل مقومات الدولة اللبنانية أن تعطل كل وظائفها انفجرت الأزمة لكن هذه الأزمة لم تصنع منذ أسبوع أو منذ عشرة أيام لقد تم تعديل ميزان القوى عبر القدم المنهجي لمكونات الدولة ومراكزها من قبل إيران والنظام السوري وحزب الله